جيمي السؤال اللي جاي الليك يخص ااااااااا b انه متكلم مع اقدارة نادي الزمالك ومحامد شوكري وقع لنادي الزمالك مرتين و الزمالك مقفقتهم مرتين مش مراحق و وقع مرتين لادي الزمالك بعد ما جدد أحمد فتوح نادي الزمالك اللاعب نفسه غير رأيه حتى لو زمالك فتحقق اللاعب نفسه غير رأيه تماما هو بالنسبة له قفل قصة الزمالك بالنسبة بس بطعك أنت فتوح ممكن يخرج أبا أتكلم على الوضع الحالي حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة أنه محمد شكري غير رأيه تماما خاصة أنه بعد عدم متابعة بعد عدم متابعة طويلة من النادي الأهلي من وقت خروج لحد الوقت تلقى مكالمة وحيدة السنة اللي فاتت تلقى مكالمة أخرى من ثلاثة أسابيع من أحد أعضاء اللجنة الكرة بالنادي الأهلي وتقال له كالتالي إحنا متابعينك خليك مركز إحنا ممكن ممكن نكلم إدارة سراميكا تيجي في يناير أو بالكتير تيجي في الصيف خليك مركز أنت من ضمن أولوياتنا وفي الآخر إحنا عندنا بند أولوية إعادة استعادتك تاني أو إعادة شراءك تاني من سراميكا كليوباترا فأنت على رأس أولوياتنا إذا ما كانش في الشتاء هيكون في الصيف المكالمة دي غارقة نعاية محمد شكري تماما بأنه هو يروح سواء بقى يروح بيراميدي سواء يروح الزمالك حتى لو الفكرة اللي بقولها عمر بتكلم على الوقت الحالي والانتقالات الحالية وفتوح حتى قبل ما تروح لعمر فتوح حتى لو هيطلع مش هيطلع قبل ما الزمالك يفتح قيده فالزمالك لو فوض القيدو مقفول في الانتقالات الحالية والأقرب حتى هذه اللحظة بقولك سبورت انجليشبونة مش هوافق على طرف الأقرب حتى هذه اللحظة مش هوافق مش هوافق لأن سبورت انجليشبونة تدخل كل الناس خلال الأربع شهور اللي فاتوا كل الناس سبورت انجليشبونة في القضية دي من 2015 بقاله الثمان سنين قالك أنا ما عنديش ثقة في أي اتفاقات خارج هذا الإطار إحنا تواصلنا ممكن ده في حلقة سابقة كريم من شهر ونص قلت لك الكلام ده تواصلنا معهم قالك إحنا هناخد فلوسنا كاش وانشوت مش هنجدول نعب بقى الزمالك عايزي قادر يدفع دلوقتي قادر يدفع بعد شوية كده كده عندنا فوائب بتعد فكده كده هناخد فلوسنا كاش وانشوت وأنا بقولك صعب جدا 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 الزمالك يوصل لاتفاق بجدولة المبلغ عشان كده قصة سبورتينج لشبونا هي الحاسمة بالنسبة للزمالك في فتح القدم العدم الباقي ده كله الأرقام الصغيرة دي سهل سهل بتتعمل دلوقتي سهل سهل بتتحلل وهتتحلل أول عظيم